اشتركوا في القناة بدون حضور الجماهير واشار النادي ستيفي لانه تقرر خلال الاجتماع الامنية الذي يسبق المباراة عدم السماح بدخول المشجعين وكانت ادارة وفاق ستيف الجزائرية قد رسلت السلطات الجزائرية والاتحاد الافريقية لكرة القدم كافا لطلب حضور عدد محدد من الجماهير في مباراة الغداء هذا وفي ذات الصياق تلقى جماهير الرجاء البيضاوية المغربية خبرا مفرحا بعدما اعلنت القناة الجزائرية الرسمية انها ستنقل المباراة التي ستقام يوم غد الجمعة ويمكن للجماهير المغربية التقاط القناة بشكل مجاني على قمر نيرساتا ويشار النا الفريق الجزائري سيستضيف الرجاء الرياضي المغربي على ارضية ملعاب الخمس جولي غدا الجمعة على الساعة الثامنة لحساب الجولة الثانية للمجموعة الثانية من دور ابطال الافريقيا نشكركم على حسن المتابعة الى اللقاء اشتركوا في القناة